فيما نفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري أي أمكانية للتفاوض مع ما وصفتها بالجهات الخارجة عن القانون مؤكدة أن لحظات التقارب بين بغداد وأربيل تشهد دوما تزايدا في الهجمات المنفذة عبر طائرات الدرون صبري وفي تصريح صحفي قالت لا أتصور حصول أي حوار بين أقليم كردستان والجهات الخارجة عن القانون فهي مجاميع إرهابية تضرب استقرار العراق فكيف يمكن التفاوض معها؟ هم يقولون أنهم مقاومة ولكن مقاومة ضد من؟ نحن جزء من العراق والشعب العراقي مشددة على ضرورة الوقوف بوجههم ومنع تمويلهم ودعمهم ومؤكدة أن كل تقارب بين حكومتي بغداد وأربيل لا يخدم المجاميع المسلحة فعندما يكون هناك تقارب بين بغداد وأربيل ترتفع نسبة لدرونات ترتفع نسبة ولدرونات وموقا ترجمة نسبة لطير ترجمة نسبة لطير